نرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور وتعالوا بقى العالم بيقولك أنا شارفة مين هم اللي بيقولك أو بيقولولك دول بيقولك إن فيه كائنات فضائية هي اللي بنوا الأهرامات عشان مش معقول يكونوا بني أدمين عاديين هم اللي بنواها بيقولك إنه كان فيه عبيد بالسخر هم اللي بنوا الأهرامات بيقولك وأنا معرفش برضو جايز دي تكون حقيقة إن فيه أوالب جبنة اللي احنا عندنا لو سبناها في التلاجة أسبوع بطبوز أسبوع إيه؟ لو جبت الكمية يعني حاجة قعدت معاك أسبوع ده فيه أوالب جبنة بقالها 2500 سنة ولسه موجودة ولقوها ضمن الاكتشافات تعالوا نجيب ورقة وقلم ونكتب بقى بيقولك إيه وتعالوا نشوف أسرار الحضارة المصرية القديمة أو القدماء المصريين ما بين الحقيقة وما بين الشائعات أو الخرافات أكيد الموضوع ده سري جدا ويشد كل واحد فينا عشان نبقى عارفين حتى لما تسمع إن دي أسطورة ولا شائعة ولا خرافة ولا هي حقيقة وهي دي حياة قدماء المصريين بساعدنا وشرفنا جدا دكتور شريف شعبان الباحث في الأثار المصرية والمحاضر بكلية الأثار جامعة القاهرة صباح الفل يا دكتور صباح الفل يا دكتور صباح الفل يا دكتور الأول إحنا كنا قريدنا عن اكتشاف أعتقد في سهاج إزازة نبيت أو نبيت عمتا ده مش إزازة ده أكتر من مئة جرة موجود فيها مجموعة من النبيت ديقول له بقى له أكتر من خمس تلاف سن بالضبط من عهد الأسرة الأولى المالكة مريتنيت وإزاي يعني موجود فعلا موجود نبيت موجود متخمر وموجود لحد دلوقتي طبعا مش المئة جرة أو الأكتر من المئة جرة كلهم سلام ولكن الأغلبية سلام يا إيه عظمة الاكتشاف ده بلدان مش عارفوا إزاي بلدان مش عارفوا إزاي بلدان مش عارفوا إزاي بلدان مش عارفوا إزاي لما في أوروبا بيجيبوا حاجة بقى لها خمسين سنة بتاع بيتعمل عليها مزادات وتتبع بألافات الدولارات بالضبط إحنا بنتكلم في خمس تلاف سنة بلدان جدا إن القيمة بتاعتها مش بس القيمة الأثرية أو القيمة التاريخية إزاي هما وصلوا لطحنية النبيت وإن أغلبه يفضل موجود ومحافظة عليها دي المعجزة دي موجودة داخل برضو المقابر أو كده ولا اكتشاف مثلا ده مكان كان مخصوص لصنع الحاجات دي وكانت اكتشاف دي كانت زي ملحقة بالمقابرة بتاعت الملكة ميريت نيت من الأسرة الأولى الملحقة بتاعتها يعني حوالي 3000 سنة قبل الميلاد نحن هنا بنتكلم على بدايات الحضارة المصرية القديمة هنا إيه عظمة الاكتشاف ده مش بس فكرة إن هم حفظوا على النبيت وحفظوا على جودته إن إحنا كنا بنزرع العنب وبنعمل منه النبيت وفي بعض الأحيان بنستورده من بر بنستورده من الشام أو من حض البحر المتوسط من بلاد اليونان فكنا بنستورد النبيت 3000 سنة قبل الميلاد معناها إن مصر كانت على علاقات تجارية من خديم الأزر الموضوع بس مش من أيام الدولة الحديثة وأيام تحطم ستالت أو رمسيس تاني ده من بدايات الحضارة المصرية ومصر عارفت العلاقات التجارية وعارفت الاستراد وعارفت التصدير يعني هو مش بس بيورينا بس دول كانوا شطرين فهلاء ده بيجيب لنا كانوا بيزرعوا إيه وبيستوردوا إيه وزي قدروا يام قدروا إن هم يحنطوها قدروا إن هم يحفظوا عليها قدروا إن هم يجيبوها يستوردوها فكرة التحنيت في حد ذاتها دي معجزة هو إحنا بنقف قدام الحتة دي أنا معرفش ساعات بحس إن أنا حصل إيرور عندي من كتر ما بفكر الناس دي عملوا كده إزاي هي الاكتشافات برضو اكتشفوا إزاي ورشة أو مكان للتحنيت أو ورشتين ده من سنة تقريبا في منطقة السقارة اكتشفنا ورشتين للتحنيت بيرجعوا حوالي ستمائة سنة قبل الميلاد ورشة لتحنيت البناء دمين ورشة لتحنيت الحيوانات يعني المعجزة كمان إن هما مش بس بيحافظوا على سلامة أكساد البناء دمين كمان الحيوانات بتاعتهم الحيوانات المقدسة اللي هما بيعتبروها رمز لقوة الخير بيحافظوا عليها وبيحنطوها طب العالم كله أصلا واقف قدام أسرار التحنيت لغاية النهاردة في زهول يعني إزاي أسرار قدام هل الاكتشافات اللي زي دي داخل الورش ما كانش فيها أي حاجة كتابات حاجات من المرسومة تدل على الأسرار بتاعتهم أو تديني المفاتيح شوفي هما المصرين القدماء كان عندهم رغبة حقيقيا هما يحافظوا على أسرارهم أطول وقت ممكن هو مباشر بالمعنى الحرفي لأن احنا مع التجارب العلمية ومع التكنولوجيا قدرنا نعرف أسس التحنيت خصوصا إن هو التحنيت في مصر قديمة مر بمراحل كتير بداية من الأسرة الأولى 3000 سنة قبل الميلاد دولة قديمة دولة وسطة لحد الدولة الحديثة 1700-1600 لحد عصر البطال ما كان فيه تحنيت وكل مرحلة كان التحنيت بتغير وبتطور وكل فئة من فئة المجتمع كان لها أسلوب تحنيت يعني كبار رجال الدولة والملك طبعا دول كانوا بياخدوا أعلى جودة في التحنيت الطبقة الوسطى جودة الطبقة الدنيا وهكذا لحد ما بيلاقى فيه اللي هو حاجة كده كل الشن عشان المتوفى مجرد يحافظوا على جسمه ولكن الشطارة مش في فكرة التحنيت يعني فيه أمم تانية حنطت الموتى بتوهم هنلاقي حضارة البيرو في أمريكا الجنوبية هنلاقي القدسين في أوروبا في الوسطى هنلاقي جوثة لينين في روسيا في الاتحاد السوفيتي ولكن براعة المصنية القدماء إن التحنيت بتاعهم سليم لحد النهاردة إن الجودة بتاعة المميوات كانت متحنطة مبارح كانت هم ميتين مبارح هذه السطارة بتاعتهم بس يا دكتور يعني ده بيخلينا برضو نسأل أو نطرح بعض ممكن هو خرافات أو بعض الأسئلة اللي بتطرحها العالم هيجنن بيقول لك خلاص بقى العمل كده أكيد مش بنقدمين ده كائنات فضائية جات من من الخارج من تقول لي بقى إزاي من غير معدات هتبني هرم إزاي مش عارف من غير إيه تعمل تعمل إيه يا حريك بتشوف الكلام اللي بتقال في العالم ده إزاي شوف فكرة الخرافات اللي بتتقال على الأهرامات بشكل خاص أو الحضارة المصرية القديمة بشكل عام دي من أيام لو وصلني القدماء نفسهم يعني من أيام هيرودوت ماجه مصر حوالي قرن الرابع الثالث قبل الميلاد وابتدى يشوف الحضارة المصرية في نهايتها ابتدى بقى يسمع عن خزعبلات وعن خرافات وكلام مش مظبوط وللأسف كل كلام ده كتبوا في الموسوع بتاعته للحد النهاردة في ناس بتعتمد عليها مرورا بقى بالوصول الوسطى بالمؤرخين العرب ولحد دلوقتي بيلاقي ناس كتير بتقول خزعبلات وخرافات فكرة إن احنا نجرد الحضارة المصرية من عظمة المصرين القدماء خصوصا في فكرة بناء الأهرام احنا لازم ندافع عن الموضوع ده فكرة إن مين اللي بناء الأهرامات احنا بندخل فيه سجال عميق في الموضوع ده السجال ده سبب وإن احنا بنقف قدام حاجة كده ده معجزة معجزة مش حضارة عملتها مش لقيلها حل اللي هو ايه فنروح طالعين بقولك لا لا ده أكيد قوة خارقة وحاجة حصل اعتقد سببها هو فكرة ان احنا وقفين قدام إعجاز مش عارفين بالعقل ان استوعبه ده حصل ازاي ده حقيقة يعني فكرة إن هما سابولنا أثر معجزة احنا لحد النهاردة عندنا نظريات فكرة بناء الهرام اه ممكن يكون في نظريات علمية قريبة للصحة ولكن ما سابولناش بردية بيحكولنا فيها عن تفاصيل بناء الهرام ودي المعجزة ازاي إن هو اتبنى ازاي الترتيب إن هو يتبني يعني ده كمان معجزة سابولنا بردية اعتقد ده كان هاي سهل الطريق شوية علينا كان حيانا الجدال خلاص احنا عرفنا ازاي سكر ليه هم وحضرتك ما كتبوش يعني ده نوع من الأسرار بتاعته نوع من الحفاظ على السر بتاع بناء الهرام معنهم كتير في حاجات في أمورك بحسنهم كانوا حرصين على تدوين كل ما يخص حياتهم وأعمالهم حياتهم اليومية المصر القديم كان عنده ولع إن هو يسجل حياته اليومية بكل تفاصيلها لغرض واحد فكرة البعث والخلود فكرة البعث كانت مسيطرة على المصر القديم في كل نواح الحياة من أول الملك وراس الحكومة والدولة لحد أصغر مواطن في مصر الحضارة المصرية القديمة كلها مبنية على قيمة البعث والخلود ويمكن دي تيمة سبقوا بيها أقوام كتير كانوا معصرين ليهم المابليين والأشريين والفنيقيين والجريك والرومان المصر القديم فكرة الولع بالماء بعد الموت والبعث والخلود خلته يعمل معجزات فكرة إنه هو يعمل الهرم فكرة إنه هو يحنط فكرة إنه هو يحط أكل وشرب نحن لسه النهاردة بنقول جرار نيليت وقطع جبنة عمرها 2500 سنة لا معلش جبنة في تلاجة بنساها ومنه تضرب وقتدنا إنه إحنا في الصعيد وكده بلاص المش بيقعد بالخمسين بيتتورسل أجيال نفس الفكرة هو إيه بيبقى باز ودود هم هي حاجة شبه لا من فضلك ما اسمهاش بازو ده أقول لها لما دود ما بدا مش باز ده كده قيمته زاد كده تعطى كده خلاص بقلي إيما لا بس يعني تتورسل أجيال إحنا منكلم في خمسين سنة بنتكلم في مئة سنة بكلم حاجة بتكلمني في قلب جبنة في 2500 سنة وطبعا مستحيل إنه إحنا لما لا قلب القلب الجبنة ده نجرب ناكله ولكن كونه محافظ على تماسكه وعلى جودته وعلى إنه قطع واحدة دي في حد ذاتها معجزة فكرة أن المصر القديم عارف منتجات الألبان من قديم الأزل من 2500 سنة دي بتعتبر تقدم علمي يعني هو فكرة الجبن نفسها كلمة جبنة أو جبنة الحلوم المصر القديم كان بيسميها حرم وتحرفت للإبت لحلم وبعد كده بقت في العربي حلوم اللي هي جبنة الحلوم اللي احنا بنجيبها ده ففكرة أن المصر القديم كان عنده ولع بالحفاظ على كل منتجاته عشان ياخدها معاه العالم الآخر ده إعجاز لو إحنا فاكرين نفسنا بقى اللي هي إيه إحنا عملنا جبنة واخترعنا جبنة والكلام ده اللي سابقونا بيبقى وجبنة بالشطة وجبنة مش عارف بإيه لا كل حاجة فعلا احنا بنرجعها للحضارة المصرية القديمة يعني احنا بنتبارئ ان فعلا من أوائل الحاجات اللي اتعملت على مستوى العالم فعلا عملوها المصرين القدمي وإحنا لما بنفكر في الحاجات اللي احنا نفسطين قوي ان احنا عملناها مع كل اكتشاف أسري بنكتشف الاواني الكلوبية دي معجزة تانية دي اربع اواني كان المحنطين بيحطوا فيها الاجزاء الحيوية بتاعت المتوفة بيحطوا فيها الكبت والرئتين والمعدة والامعاء اكبر اجزاء في جسم الانسان ممكن تضرب او ممكن تعفن هي كده كده في التحنيت بيشيل الاجزاء دي والاحشاء عشان هي دي بتبوز بيحتفظ بها في الاواني الاربعة دي عشان الجسم يفضل سليم في المقابل كان بيحافظ على القلب ما كانش بيطلعوا طب ليه عشان ده الحياة ده الحياة ده التفكير والايمان المصر القديم كان عنده اعتقاد كامل ان القلب هو مصدر التفكير والايمان وبالتالي في الاخرى لما كان بيتم محزبة المتوفة كان بيتم وزن قلبه سواء كان وزن قلبه ده المعتقد بتاعه بيقول كده المعتقد بتاعه اللي اتنقل بعد كده في الديانات السماوي فكرة وزن القلب إن القلب ده هو مصدر التفكير لو القلب ده صالح هو اللي هيبقى تسئيل فيه مقابل ريشة المعد أو ريشة العدالة لو القلب ده خفيف أو مليان ذنوب أو مليان خطايا ريشة المعد هي اللي بتتقل وبالتالي القلب ده بيهلك وبيطلع حيوان أسطوري من فكر المصر القديم اسمه العمع خليط ما بين تمساح وفرص نار بياكل القلب ده معناها فناء للمتوفى العاصي ما لوش بقى اللي هي الخلود ما لوش خلود زي اللي منتوفى يعني عقاب الإنسان اللي مش كويس هو فكرة إنه هو ينتهي زي زي الحيوان كده انتهى ويتآكل ما بقلوش الذكر عشان كده احنا حتى بلاقي في المقابر لما ناس بتهاجم ناس زي مثلا أيام تحط مستالة وحاتشبسوت كانوا بينحطوا اسم حاتشبسوت بينحوها أخناتون لما عمل ثورة دينية وبعد كده لما مات طلعوا يعني تقلبوا عليه تاني كاشطوا اسمه عشان كده الاسم في الحضارة المصرية القديمة مهم جدا طبعا احنا دلوقتي بنقول إيه اللي ما يتسمى فكرة إن حد مليوش اسم ونقول لما نحب نكرم حد بعد وفاة نقول خالد الذكر خالد الذكر خالد الاسم صرته باقية صرته باقية الأجيال كتير بالضبط دايما الاسم عند المصرية قدماء ده دلال على الخلود والبقاء فكان بيحافظ على اسمه بكل الطرق ولو ما حد يحب إن هو ينتقم من حد بيمسح اسمه من على المقبرة ده من باب الانتقام مش من باب إن هو مثلا كان وحيش في قلبه وكان خفيه كلام ده لسه ما حصلش صح؟ هما ما نعرفش بقى يعني ما عندناش تفاصيل لفكرة الأعمال السيئة والأعمال الجيدة يعني فكرة إن في كتاب الموتى عندنا فصل اسمه فصل 125 فيها الاعترافات المنفية اللي هو أنا لم أقتل لم أزني لم ألوث ماء النيل لم أعتدي على أرض جاري أنا لم أعاقب زوجاتي أنا لم أعتدي على حق جيراني عندنا أكتر من أربعين اعتراف منفي المتوفى بيقدموا لأربعين معبود مجرد أن هما يذكرهم وهو صافي القلب ده دلالة أنه كان عايش حياة سليمة ده الأربعين حاجة لو قرناهم أعتقد يخلوا البني أدمين والغاية النهاردة في أفضل حال وأفضل حياة مفروض بالضبط يعني إيه الوصايا الرئيعة؟ أهم الوصايا العشر إيه ده؟ لأن أغلبهم موجودين في كتب السماوية وكأن المصر القديم كان عنده إلهام بالقيم والموثل العلي اللي إحنا مؤمنين بيها الحد طبعا أنا عايزة أروح لحركة على فكرة كمان متهم بيها المصري القديم وهي فكرة العبودية والسخرة فهل فكرة دي فعلا كانت موجودة ولا ده يعني من قبيل التهكم على الحضارة المصرية؟ شوف إحنا دايما للأسف الشديد بنعرف أغلب معلوماتنا من الحضارة المصرية القديمة من المستشرقين وغنماء الغرب وعلى نطاق أوسع للأسف الشديد بنعرفها من أفلام هوليود دايما بتصور لنا المصرين قدماء نص ظلمة وبيجيبوا بني إسرائيل ويدربوهم بالكرباج وابنوا الأهرامات بالصخرة والتعذيب كي جات فرعون بقى كي جات فكرة فرعون وإن كان فرعون ده أصلا مش مصري ده من الهكسوس ولكن للأسف الشديد تم مناسبه للحضارة المصرية القديمة طيب إحنا قارفنا إزاي الحضارة المصرية القديمة اتبنت أو الأهرامات بشكل أخص اتبنت عندنا الاكتشاف بتاع 1990 اكتشف بالصدفة البحثة وهي مدينة العمال بنات الأهرامات ست سائحة كتراجب حمار والحمار ده غرص في الأرض فطلعوها لقوا أن فيها عالم كامل مدفون تحت الأرض وهي المقابر بتاعت العمال اللي اشتركوا في عملية بنات الأهرام فكرة أن العمال سواء كانوا رؤساء عمال فنانين أطباء عمال بوسطاء هم يدفنوا جنب الملك بتاعهم ده تكريم ليهم اكتشفنا في المقابر دي واحدة طبية واحدة طبية فيها مجموعة من البرديات بتدلنا أن أي عامل كان بيتصاب كان بيتتم عليكم لكن لما جوم كشفوا على العمال أو على المقابر أو الجسس دي ما كانش مستقصل منها حاجة يعني ما فيه دعاءات بطول كده أنه عشان السخرة وكده كان فيه عمال عشان نسخرهم فهل فكرة التعذيب أو التسخير حاجة أنا أقصى من جسمهم كان إيه المشكلة بقى يعني إحنا مثلا لقينا جمجمة لعامل فيها خرم اتشفنا اللي عامل ده جات له تربنة في المخ وتعملت له عملية وعاش بعدها سنتين كان ممكن أبسط حاجة أن العامل ده يطردوه جيبه واحد مكان وعرفوا إزاي أنه عاش سنتين بعد كده من التحليل بتاعة الـ DNA بتاعة الجمجمة طبعا اكتشفات الحديثة دي سهلت علينا ساعدت طبعا عادت كتير نعرف حياة الناس كانت عايشة إزاي عرفنا أن المصرين القدماء وبالذات العمال كان عندهم مشاكل في عظمة الطرقاء والكتاف من إجر الأحجار الكريم لكن يا دكتور بس عشان أبقى السؤال بشكل سريع أكتر كانوا بيسمحوا للعامل يتجوز ويعيش حياة طبيعية ولا لا يتجوز ويخلف ويعيش حياة طبيعية ويعيش مع أسرته في حرم المدينة اللي ملحق بيها عملية بونا الهرم أنا فكرة أن لقد عبده ويستقصلوا منه جزء من جسمه دكتور بيقول حاجة مهمة يتجوز ويعيش يتجوز ويخلف طبعا أنا أقول لك على حاجة أغرب لقينا من ضمن مكتشفات مدينة العمال قايمة بالمأكلات اللي بتتوزع العمال كل يوم لقينا إيه الأكلات اللي كانوا بيوزع عليهم توم وبصل عشان العرق آبيرة لقينا أطنان من بقايا عضم اللحوم والفراخ والأسماك يعني بيأكلوا العمال بتوعهم لحمة وفراخ فدي عمرها ما تتعمل لعبودية يعني دلوقتي فكرة أني أنا بعمل مشاريع فببني لده اللي بيحصل مثلا فبعمل مدينة كده جنب الموقع بسكن فيها العمال وممكن يبقى معهم أهلهم وعمل لهم فيها مثلا مدرسة ولا حاجة ووزع عليهم مجبات يعني الكلام ده مش إحنا إحنا اللي اخترعنا المصريين القدماء هم اللي اخترعوه كان عندنا إحنا عارفين في الحكومة في حاجة اسمها حضور وانصراف ودفتر وإمضاء المدينة دي كان فيها دفتر للإمضاء للعمال كانوا بيمضوا حضور وانصراف وما كانش كان ممنوع عليهم أي حد يغيب غير لظروف قهرية يعني لو بالصخرة مش هيبقى فيه كده لأنه حضور وانصراف يعني ما اشتغلت قد إيه فهتقبض قد إيه هاخد قد إيه كان فيه الليحة للاستثناءات لو عامل غاب أو تأخر كان عندهم شعار هناك كان عندهم طبعا كان عندهم فرق آه بالضبط يعني احنا دلوقتي منسميها اتشعار ولكنه ما كان يوم مساميها رئيس الفرق أو رئيس العمال من ضمن الاستثناءات أنه هو يكون عيان أو يكون متخانق مع مراته فمنع أنه هو يخرج خدي كانت بتقدر دي أن مراته تبقى جبارة مش منزل الشهر بالضبط أنه كان عندهم مشاكل عائلية مراتي زعقاتلي ولدني مش معاتي من البيت يشيلوا عنه تجزع ويقبضوا لي من زمان فيه مفتريات برضو خديد المرأة المصرية كانت موزعة للراجل في حاجات كتير جدا يعني على عكس أوروبا على عكس الحضارات القديمة لا السيد كانت بتدعمه كانت توقف معا في البيت شوفنا في التمثيل كتف 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 عندنا أكبر تمثال ومثوي على مدار التاريخ الملكة تي زوجة الملك منحطة بالتالي في المحطة في المصر سبع متر يعني أضخم تمثال ممكن يكون موجود عندنا تمثال الأميرة مريت أمون بنت الملك رمسيس التاني الموجود في أخميم فسوهاك تمثال حوالي برضو 10 متر مهول ده بيقدم دلالة على مكانتها في الوقت ده أو المرأة احترام المصر القديم للمرأة سواء كانت ملكة سواء كانت أميرة سواء كانت مواطنة عادية ده مش جبروت ده احترام بص المصرين في قدمات ده بيقولك ده في الهر هناك كانوا كاتبين إن هي لو زعقت وما يخرجش بصد ده احترام شوف بيحسر رغبة زكتور بإنك ما تنزلش الشغل النهار خلاص لو عاكنين انت عليه خلاص ده من ضمن الأسباب نهو ممكن يشتغل وحش طيب دكتور هتنقل الجزئية تانية برضو ومتعرف عليها لحد دلوقتي وحتى يمكن كتير من المستشرقين الأجانب يتكلموا عنها فكرة لعنة الفرعن ووعى لعنة الفرعن وبالفعل فيها حداث كتيرة جدا بتأكد إن في مشكلة حصلت بسبب إنه فتح مقبرة أو حاجة كده فموضوع لعنة الفرعن ده ايه شوف موضوع لعنة الفرعن ده للأسف هي دعاية سياسية غربية ابتدى مع اكتشاف مقبرة توت عن الخامون في 1922 ايه مين اللي اكتشفوا المقبرة هيورد كارتر الإنجليزي وكان ممول المقبرة لورد كارنرفون لورد كارتر عمل حاجة مش كويسة إنه هو قصر أخبار المقبرة على لندن تايمس فبالتالي كل الجرائد أو كل مرسلين الجرائد ما كانوش لقين حاجة يعملوها في الفترة دي حصلت حثة أثرت على خط سير العمل إنه هو كارتر كان عنده عصفور كناري كان حطه في بيته في القرمة ففي يوم بعت ولد صغير يجيب له حاجة من البيت فدخل سمسوت زي سويت أو زي عياط فدخل الولد لأ أنه تعبان كبرى واكل عصفور كناري ده طلق الولد يقول آه ده الكناريا ماتت ده الكبرى كالت الكناريا وكتشفوا بعد كده إن على الجابهة بتاعة التوت هانخ يقومون في القناع بتاعه في اللي هو الكبرى حيوان الكبرى الحامي اللي هي الربواجد الحامية للملكية طبعا مع وجود حالة من الجهل وحالة من عدم وجود أخبار متدولة الصحفين خدوا الحدث ده وعلى طول دي لعنة الفرعنة كيرس أو ذا فيروس واللي أكد الموضوع ده للأسف كان السير آثار كوناند ويل مقترع شخصة شارلوك هولمز راجل عنده خيال رهيب طبعا في مسدق حدث زيدي إن هي تتنشر فهو اللي رصخ في عقول الناس مصطلح كيرس أو ذا فيروس أو لعنة الفرعنة هنلاقي إن في مجموعة من الأحداث ارتبطت بلعنة الفرعنة أو بيكتشاف مقبرة توت عن خامون زي مثلا موت لورد كارنرفون نفسه هو كان قاعد في القاهرة في فوند الكونتيننتل وهو بيحلق دانه تقريبا تعور وفي نموس أراصته تقريبا كانت حاملة دم ملوث فجات له زي حصبة وقعد ثلاثة أيام في سخونية جمدة وتوافى في الوقت ده كان الكلب بتاعه في لندن برضه قعد الكهرباء قطعت في القاهرة من الساعة 2 الفجر لأتنين وثلاث لدرجة أن لورد الليمبي اللي هو كان المعتمد السامي البريطاني في الوقت ده استدعى مديرين شركة الكهرباء ملقوش أي مبر اللي قطعها ملقوش أي مبر نهاية رجعت لوحدها طب وده صدفة كل اللي بيحصل ده كل ده صدفة 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 طب ما يمكن يعني الناس اللي فسرت ما يمكن اللي قوة أنها مش صدفة هاك بتقول مثلا استدعوا كل المسؤولين وقالوا ده ما فيش سبب فإيه اللي أثبت أنها مش صدفة يعني أو أن دي مجرد صدفة احنا بدأت على الكهرباء في بيوتنا كل شوية وسعب بتحصل حاجات غير منطقية بس لك سؤال حضرتك لأن احنا حتى للأسف الأعمال السينمائية أو كتير من الأعمال المصرية اللي خارج منها اتكلمت على موضوع تثبتت الموضوع هي دي بترسخ في دماغة الناس اللي عامة فكرة لعنة الفرع فكرة أن في أحداث مورعية في ظروف بتحصل بنربطها دايما بمصر القديم أنا بس عايز أقول أن أنا استمتعت جدا بكلام حضرتك وعرفتنا معلومات وحاجات حلو بشكرك جدا دكتور شريف شعبان البحث في الأسهار المصرية نورتنا جدا يا دكتور صباحي كله دكتور مشكرها جدا على وجودك معينا ومتعتنا شكرا صباح الفل بنشكر حضرتكو جدا على حسن متبعدكو لنا في حلقة النهاردة يا رب الحلقة تكون عجبتكو ونقابلكو وان شاء الله في حلقة جديدة يوم الاثنين ويومكو جميل صباح الفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة